دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الحادي والعشرون مدرستي هذه مدرستي هي قريبة من المسجد هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب أبوابها مفتوحة الآن في المدرسة فصول كثيرة هذا فصلنا وهو فصل واسع فيه نافذتان كبيرتان وفيه مكاتب وكراسي وفيه سبورة كبيرة هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة في فصلنا في فصلنا عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من اليابان وهذا خالد وهو من الصين وهذا أحمد وهو من الهند وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من إنجلترا وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر وهو من اليونان هم من بلاد مختلفة ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون والمسلمون إخوة هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال وهو من المدينة وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا تمارين أجب عن الأسئلة الآتية أين هذه المدرسة؟ كم بابا لها؟ أم غلقة أبوابها الآن أم مفتوحة؟ كم نافذة في هذا الفصل؟ كم طالبا في هذا الفصل؟ أكلهم من بلد واحد؟ من أين أبو بكر؟ من أين أحمد؟ من أين يوسف؟ من أين محمد؟ من مدرسهم؟ من أين هو؟ من أين هو؟ ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة مدرستي قريبة من المطار لها ثلاثة أبواب أبوابها مغلقة الآن مكاتب الطلاب كبيرة مكتب المدرس كبير في فصلنا عشرة طلاب عمار من اليونان بيرم من تركيا يوسف من ماليزيا مدرسنا من المدينة أذكر البلاد الواردة في الدرس من آسيا وإفريقيا وأوروبا البلاد التي في آسيا البلاد التي في إفريقيا البلاد التي في أوروبا الكلمات الجديدة المكتب الجمع مكاتب الكرسي الجمع كراسي اللون الجمع ألوان القبلة ذاك ذلك ولكن جمع